الرحمن الرحيم. السلام عليكم من الموضوع التلاميذ. تلاميذ صفراء بعد ابتدائي. اهلا بكم في درس جديد من دروس الواتف العربية. ونحن ما ذلنا في المحور الاول اكتشف في ذاتي. واليوم سنبدأ الموضوع الثاني. بعنوان فكري وبكاراتي. وكما تعودنا نبدأ الموضوع بنستماع. ونستماع اليوم بعنوان خبر عن المعلم المصري القديم. الموضوع الثاني عنوانه فكري وبكاراتي. فلننظر الى ذلك العنوان فكري وبكاراتي. اي انه يتحدث عن الفكر والابتكارات التي كانت من ابداعات الانسان وافاتة البشرية. فلننظر الى هذه الصور انظروا معي. كل هذه مخترعات حديثة يسرت علينا حياتنا. كل هذه المخترعات او الابتكارات كانت نتاج الفكر الانساني. كل فكرة من هذه الفكر كانت تبدو خيالا. وما الذي جعلها حقيقة? انه العلم. فبالعلم يتحول الخيال الى حقيقة الى واقع. لذلك فلنجتهد ابناء التلميز. فلنجتهد ونحصل على قدر كبير من العلم. ونفعل ذلك العلم في فيما في البشرية. والفكرة والابتكار يبدأ بخيال. وبالعلم يتحقق الخيال الى واقع. فلنبدأ الدرس. نص الاستماع بعنوان خبر عن المعلم المصري القديم. اهدافنا في هذا اليوم. ان يكون التلميز قادر على ان يحدد المغزى العام للنص المسموع. يعيد صياغة المدى المسموع شفاهيا. يرتب الفكر ترتيبا منطقيا موضحا اياها بتفصيلات مناسبة. يقدم عرضا تقديميا شفاهيا عن خبرات شخصية مستخدما الحقيقة والمجاز يعرض مهارات الكتابة الاساسية. هذه هي اهدفنا. بداية هذا النشاط فلنبدأ به وهو عبارة عن تصميم عملة نقدية. وضع عليها رمزا يدل على مصر. فلتصمم عملة نقدية. وعليها رمز يدل على مصر. كما تعلمون ان العملة عليها دليل البلد. مثلا هذه العملة. ما اكثر الاثار او الدلائل او الرموز التي تدل على مصر. انها اقدم خضارة. الخضارة الفرعونية. فمثلا قد يكون على العملة هذه الصورة. الاهرامات. وابو الهول. والطبعي سنكتب عليها قيمة العملة. واشياء اخرى. اذا فهذه صورة العملة. فشكلها مبتكر عليها رمز يدل على مصر. فلنكمل هذه بعضها عملات المصرية قديمة. وحديثة. انظروا اليها هذه العملة. من ايام الفترة الملكية. مكتوناها الحكومة الملكية المصرية. او راق عملة رسمية. وهذه ايضا احدث قليلا. وهكذا هذه عملات بعضها قديمة وضعها حديث. هذه العملات عليها بعض الشعارات او بعض الاثار او بعض الشخصيات الهامة او بعض الاحداث المؤثرة في تاريخ مصر. والان اليكم عملات جديدة اخرى. هذه العملات. فكروا معي. اي بلد تنتمي في هذه العملات. العملة على اليمين. انها عملة عراقية. وعلى يا شخصية مؤثرة في التاريخ العراقي. ورئيسها صدام حسين. العملة التي تحتها عملة من لبنان. وهي تدل على اثر مشهور في لبنان. والعملة التي في الوسط في الاسفل عملة من دولة اليمن. وعليها اثر من اثار اليمن. اما العملة على اليسار في الاعلى. فهي عملة من دولة الكويت. وعليها شخصية رئيسية تاريخية مؤثرة في دولة الكويت وأسفلها عملة من المملكة العربية السعودية وعليها صورة أيضا مالك من المملكة العربية السعودية وله دور مؤثر في تاريخها إذن فكل عملة وما عليها من رسومات أو صور تدل على تاريخ الدولة التي تنتمي إليها هذه العملة فلننظر الآن إلى تاريخنا في هذا التاريخ أو في هذا الدرس سنكرأ مقالا تاريخي أو قبرا وذيعا ماذا سنعرف الآن من عنوانه خبر عن المعلم المصري القديم سنبدأ الآن بالقراءة بدأ المتحف المصري بالتحرير في مشروع ترميم النوحات الخشبية الخاصة بالمعلم المصري القديم حسيرع المعروضة بالطابق الأرضي بالمتحف وقد تم اكتشاف مكبرته عام 1912 وبالمكبرة لوحات خشبية محفورة بإتقان منذ عهد الدولة القديمة في مصر ولا تزال بحالة جيدة تظهر صورة صورة حسيرع على ظهر عملة المئتي جنيه وهي عبارة عن تمثال رجل يجلس ويضع على ساقيه ورقة من البرد ويمسك في يديه أدوات الكتابة تسيطر عليه ملامح الوقاة إلا أن الكثيرين لا يعرفون أن ذلك الرجل رمز للمعلم المصري القديم حيث كانت مهنة الكاتب المعلم من أرقى المهن لسنوات طويلة في عهد القدماء المصريين لأن الحكيم ينصح ابنه ويقول له كن كاتبا لأن مهنة الكاتب المعلم تسمح لمن يمتهنها بالوصول لأرقى المناصب في الدولة وكان المدرسون يحثون طلابهم على الإقبال على التعليم بكتابة المقالات البليغة التي يشرحون فيها مزاياه أما المعلم فقد مارس دوره التعليمي في مدارس ملحقة بالمعابد يلتحق بها الأولاد والبنات دون تفرقة لتعلم الكتابة والحساب والرسم وفي مرحلة متقدمة يلتحق بجامعات كبرى تسمى برعنخ أو بيت الحياة ومن الجدير بالذكر أن العالم الجميل الطبيب حسرا كان من أقدم المعلمين حيث كان أحد كبار رجال الدولة في عصر الملك زوسر من الأسرة الثالثة بالدولة القديمة كما يعد أول طبيب في التاريخ له لوحة خشبية وتتميز مكبرته بلوحات مختلفة مصنوعة من الخشب صور عليها حسرا في هيئات مختلفة مصحوبة بألقابه ويعرض منها ثلاث لوحات بالمتحف المصري فقد استمعنا الآن إلى النص أو إلى الخبر الذي تحدث عن الكاتب المصري حسرا وعرفنا عنه معلومات كثيرة الآن لنختبر مدى فهمكم لما استمعتم عن طريق بعض الأنشطة اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين يرمز تمثال حسرا إلى المهندس أم المحاسب أم المعلم بالطبع إنه المعلم تظهر صورة حسرا على عملة ذكروا معي مئة جني كمسين جنيها مئتي جني فذكروا بالطبي إنها مئتي جني حرص المصريون القدماء على تعليم تعليم من؟ الأولاد أم البنات أم جميع ما سبق بالطبع لقد حرصوا على تعليم الأولاد والبنات دون تفرقة فالإجابة هنا جميع ما سبق سؤال آخر ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة بدأ المضحف المصري بالتحرير في ترميم اللوحات الخشبية الخاصة بحسرا هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ بالطبع إنها عبارة صحيحة تمثال حسرا عبارة عن رأس إنسان وجسم أسد هل هذه العبارة صحيحة بالطبع إنها خطأ لماذا ما هذا تمثال الذي عبارة عن رأس إنسان وجسم أسد فقد عرضناه في بداية هذا الدرس كان ضمن الصورة التي عرضت على العملة التي ابتكرناها كان عليها الأهرامات وبجوارها تمثال اسمه أبو الهول أبو الهول عبارة عن رأس إنسان وجسم أسد فجسم الأسد يمثل القوة والشجاعة أما رأس الإنسان فيمثل الحكمة والعقل أما حسرا فهو عبارة عن تمثال رجل يجلس ويضع على رجليه ورقة برد وينسق بقلم هذا هو تمثال الذي وعيناه فهو موجود على عملة المأفعي جني كانت مهنة الكاتب المعلم في مصر القديمة من أرقى المهن الكاتب مهنة الكاتب كانت من أرقى المهن هل هذه العبارة صحيحة أم فتأ؟ بالطبع إنها عبارة صحيحة كانت المدارس تلحق بالقصور في مصر القديمة كانت المدارس تلحق بالقصور في مصر القديمة هل هذه العبارة خطأ أم صحيحة؟ فكروا تذكروا استمعتم إلي بالطبع خطأ لماذا هي خطأ؟ لأن المدارس كانت تلحق بالمعابد دور العبادة لماذا؟ لأن لما لها من أهمية فالمصريون يقدسون المعابد والدين أي أن كان هذا الدين فمرت بمصر بيانات كثيرة قبل دخول الإسلام فمصر دائما تقدس الدين دلالة على أهمية العلم أنها ربطت العلم بالدين فكانت المدارس تلحق بالمعابد أكمل الجمل الآتية بدأ المدحف المصري بالتحرير في ترميم نؤط الخاصة بالمعلم حسرع ترميم ماذا؟ تذكروا؟ ترميم اللوحات الخشبية الخاصة بالمعلم حسرع تمثال حسرع عبارة عن نقطة جالس تسيطر عليه تذكروا؟ تذكروا؟ أبارة عن تمثال رجل جالس تسيطر عليه أي تظهر عليه ما لامح الوقار أي الاحترام والهدوء والهيبة فهذا هو حال المعلم هذا نشاط جميل من أنا؟ اختر مهنة مهمة من وجهة نظرك واكتب أهميتها تراح ما أهم مهنة من وجهة نظرك؟ هل هي الطبيب؟ لأنه يعالج الناس؟ هل هو المهندس؟ لأنه يبني بيوت الناس ويصمم الشوارع وهكذا؟ هل هو القائد العسكري الذي يحمينا ويحمي بلادنا؟ هل هو ضابط الشرطة الذي يحافظ على الأمن والاستقرار في داخل البلاد؟ من وجهة نظرك ما أهم مهنة؟ هل فكرتم؟ على ما تدل الصورة صورة من هذه؟ إنها بنوى تمثال المعلم في صراعه إذن فأهم مهنة هي المعلم لماذا؟ هل مهنة المعلم أهم من كل هذه المهن؟ فكروا معي كل المهن التي قلتها مهمة ولكن من الذي تعلم على يديه أصحاب كل هذه المهن؟ إنه المعلم فبدون المعلم لن تكون هناك أي مهنة في المجتمع فالمعلم هو أصل كل المهن الأخرى لذلك المعلم هو أهم مهنة شكرا معلمي شكرا معلمي فالمعلم هو أهم مهنة لقبي هو المعلم أدرس بجامعة مصر ماذا أفعل؟ ماذا أفعل المعلم؟ تقديم العلوم المختلفة للمتعلمين وأنا مهم في المجتمع لأنني ستتخرج على يدي المهن الأخرى أقدم العلم النافع للجميع فالمعلم هو أصل كل تقدم وهو أصل كل المهن فلنكمل الدرس هذا نشاط آخر وهو نشاط جميل أمامك صورة لأحد البلدان التي تكون المدارس بها أحيانا تحت الشجر أو في أي مكان آخر ماذا نرى في الصورة؟ هتعلمون شيئا قديما اسمه الكتاب؟ الكتاب هو مكان كما ترون في الصورة رجل يجلس حوله الأطفال يتعلمون الكرآن والكراءة والكتابة والحساب فهذه مدرسة بداية للأطفال كما يحرص أولي الأمور قديما على الذهاب إليها صورة أخرى صورة مثيلة لها لكنها في مكان آخر أو في بلد آخر هم يجلسون بجوار مبنى أو بجوار بيت في الأواء الطلق لا نفس الهدف هم يتعلمون الكراءة والكتابة والحساب والكرآن الكريم أيضا صورة أخرى عبارة عن مبنى بسيط من الخشب والبوص والأطفال يجلسون ومعهما لذات الهدف أرأيتم كيف كان يحرص الآباء على تعليم الأولاد حتى ولو لم يكن هناك مدارس نظامية كما هو الآن فكانوا حريصين على العلم برغم كلة الإمكانيات لماذا هذا الحرص لماذا يتحملون هذه الصعوبات مع كلة الإمكانيات إنه العلم إنه أمل في أن يكون ابنهم متعلما ليصبح ذاقيمة في المجتمع أبناء التلميذ احرصوا على العلم يجب أن يكون حرصك على العلم نابع منك لا تنتظر أن يجبرك أبوك على أن تتعلم بل احرص أنت من نفسك من ذاتك على طالب العلم تحدث عن هذه الصورة أن يتحدث كل منكم عن صورة من الصورة اتطمع الوقت ضيق في هذه الحصة تحدث عنها ليكون هذا النشاط نشاط المنزلي رأيتم هذه الصور البسيطة تكلم عنها سأل نفسك لماذا يتحملون هذا العناء لماذا يذهبون إلى هذا الشيخ ليعلمهم أحدث بذلك وحرص أن يكون الحديث باللغة العربية الصحيحة الآن جئنا للنشاط الأخير في الدرس وهو نشاط الإملاء أريدكم أحبائي أن تأتوا بورقة وقلم وقلم لكي تكتبوا فيها ما سيملع عليكم وسأكرأ كل كلمة مرتين وسأكرأ بهدوء حتى تستطيعون الكتابة جاهزون أبدأ نملأ ما أشرقت ما أشرقت أشرقت في في الكون ما أشرقت في الكون ما أشرقت في الكون أي حضارة أي حضارة إلا إلا وكانت وكانت من ضياء من ضياء معلم معلم فصل فيمتلك فيمتلك المعلم 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 أعظم 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 مهنة مهنة فيمتلك المعلم أعظم مهنة فاصلة منقوطة إذ تتخرج إذ تتخرج على على يديه يديه جميع 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 المهن 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 الأخرى 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 نقطة هذه العبارة سأعرضها سأعرضها عليكم وأقرأها وكل واحد منكم يصحف خطأه لا يعدل الكلمة ويكتب الكلمة الصحيحة فوقها ما أشركت في الكون أي حضارة إلا وكانت من ضياء معلم فيمتلك المعلم أعظم مهنة إذ تخرج على يديه جميع المهن الأخرى هذه القطعة المهنة جميلة جداً وتعبر عن مكانة المعلم بها بعض الكلمات التي بها تنوين أي حضارة تنوين من ضياء معلم كذلك تنوين بالكسر رجعتم من إملاء صوت الأخطاء شكراً لكم أحبي التلميذ وصلنا إلى نهاية الدرس كان معكم الأستاذ محمد أبو الفتوح حمود مع تمانيتنا بالتوفيق والتفوق منصة البث المباشر الإدارة العامة للمحتوى التعليمي شكراً والسلام عليكم ورحمة الله